أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اليوم سنحضر مع بعض وصفة من وصفات البيتنجان كثير سهلة وفي الفرن بدون قلي بدون زيت ويا ريت قبل نبدأ بالفيديو تضغطوا على زر اللايك لحتى يرتفع لأكبر عدد من الناس ويلا نبدأ بالوصفة مباشرة هون عندي خمس حبات من البيتنجان كل حبة رح أقسمها لإسمين وكل قسم هون عندي من حبة البيتنجان رح نقطعها بهي الشكل على شكل مربعات حيكون الشكل كتير حلو ورح تنشوي معنا من جوه كتير منيح ورح تستوي مباشرة وما رح تطول معنا بالفرن رح نعمل هاي الطريقة على كل الكمية وهون بعد ما انتهينا من كل الكمية رح نوزع حبات البيتنجان على ورق الزبدة بالصنيط الفرن وهون حضرت ثلاث معالي اكبر من زيت الزيتون او الزيت النباتي حسب الرغبة بس بيكون زيت الزيتون صحي اكتر ورح نضيف لهم معلقة طعام من دبس الفليفلة او معجون الفليفلة ورح نخلطهم كلهم هيك مع بعض ورح ندهان حبات البيتنجان بهذا الخليط واذا بتحبو تستغنوا عن معجون الفليفلة هاي اختياري وحسب الرغبة بس انا حبيت ضيفة بيعطي نكها اطيب بعد الشوي وهون بعد ما ادهان كل حبات البيتنجان بالزيت الزيتون رح احطهم بالفرن بالرف الوسطاني على حرارة 180 من الاسفل والاعلى والوقت حيكون تقريبا من 40 دقيقة ل 50 دقيقة مع المراقبة طبعا ولبينما يستوي عنا البيتنجان هون رح نحضر خليط لطحينة رح نضيف اول شي تقريبا كوب من اللبن اللبن السبادي وبنضيف عليهم نص كوب من الطحينة نص كمية اللبن ضفت عليها طحينة وبنضيف عصير ليمونة فراش وتوم مبروش او مهروس حسب الرغبة ضفت تقريبا ثلاث حبات وهون رح ضيف معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون رح اخلطهم كلهم مع بعض والقوام لازم يكون عندي لا مرء كتير ولا سميك كتير بهذا القوام لازم يكون عنا هيك بيكون خليط لطحينة صار جاهز عنا وهون بعد ما طلعناهن من الفرن هيك شكلهن حيكون حتى اللون مع دبس الفليفل والزيت الزيتون كتير عطى لون البيتنجان لون حلو وهلأ هون باستخدام الشوكة رح نحاول نهرس حبة البيتنجان طبعا هون ضروري وهنا صخنين نهرسها بهي الطريقة ونقدمها مباشرة يعني هاي الوصفة بتتقدم مباشرة يعني بتعمليها بالفرن وبتقدميها مباشرة لانه هي صخنة قطيب بكتير من وهي باردة وطبعا انا هون عملت بس اربع حبات قدمتن وخليت الكمية الباقية لبعدين لحتى ازا قدرت اصخنن بالمكرويف هون رح اضيف خليط الطحينة فوق البيتنجان مباشرة بعد ما هرسنا حبة البيتنجان ورح نضيف عليهم الخضار حبات الطماطم المقطعة والرمان والبقدونس واختيارات تانية فيكم نضيفه كمان زيت زيتون فيكنوا تضيفه السماء كمان حسب المتواجدة عندكن وبنقدم الوصفة مباشرة وهي صخنة والف صحة وعوافي يا رب ازا عجبكن الفيديو لا تنسوا اللايك واذا كنتوا اول مرة عم بتشوفوني ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد بتمنى لكم كل التوفيق يا رب وشكرا جزيلا للمشاهدة